السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله مساء النور ومساء الفل للفيديو جديد ولقاء جديد مع الأحباب باش نستفتو جميع وندوزو خفا جلبا بلا إطالة نبدأ على بركة الله فنكمل سلسلة الفيديوهات اللي درنا على لا سيد ياليغونيك واخر الفيديو تكلمنا فيه على واحد المنتوج من مختبرات وعدكم اني سنديل لكم فيديو خاص عليه لكن قبل ما نبدأ الفيديو دينا سنجاوب على واحد التساؤل في نفس السياق ونفس الموضوع من عند المتسبعة الوفية الجميلة في اللاحي 2019 اللي كتقول فيه فكتقول صباح الخير واختي وفاء الوريدة ديال اليوتيوب صحيح الرياضة مهمة في حياة المرأة خاصة بعد سن الثلاثين وكل ما قلتيه دائما كتأثين بالمزيد هل هذا المنتوج أحسن من بيو درما العلبة الرمادية وسيكا بلاس بومبيسانك اختلط علي الأمر أريد منتوجا واحدا لكي أستعمله للترطيب خلال فصل الشتاء بشرة جافة وأنا في سن الخمسينات وشكرا جزيلا حبيبتي وفاء الجميلة والمجتهدة فشكرا جزيلا على كلامك الطيب أجيبك في كلمة واحدة وأقول لك أحبك أختي وسؤالك هو يعني سؤالك سأجيبك في شقين فالجواب الأول هاد المنتوج صالح الناس اللي عندهم من 30 سنة حتى ال40 سنة وراه أنا اذكرت هاد المسألة يعني قبل الناس اللي عندهم 40 سنة فما فوق فأكيد غتي تخصص لهم فيديوهات خاصة وأنتي صاحبة بشرة يعني جافة الشق الثاني هو أنه يعني مستحيل مقارنة ما بين هاد المنتوج وما بينه وبين سيكا بلاست وبيو درما فلا مجال المقارنة بين المنتوجات الثلاث أو لمجال المقارنة ما بين هاد المرتب أو هاد الكريم المرتب المعالج لتجاهد بين مرتبات عادية على العموم وما تحترش فقريبا بإذن الله سوف نخصص فيديوهات خاصة الناس اللي عندهم 40 سنة و 50 سنة و 60 سنة و 70 فنبدأ الموضوع أو ندخله بصلب الموضوع فقلنا في آخر فيديو سنة و 30 سنة و 30 سنة سوف يبدأ المعقول ويجعل الاكتفاء بمرتب عادي أمر غير نافع بمرتب لأن هذا الكريم المرتب لا يعطي للبشرة بمرتب بمرتب من 30 سنة إلى 40 سنة بمرتب يبدأ بمرتب لأن يبدأ بمرتب و تجاعد في سنة و 30 سنة و تجاعد و تجاعد و تجاعد و تجاعد بأسران يليغون فيلر بلس 3 افكت فمنتجات أسران ديت التجاعد كلها تجاعد تجاعد يليغونيك و تجاعد يليغونيك لكن هذا المنتجات أخرى بالإضافة يليغون فيلر ثم تجاعد من تجاعد افكت جميلة و نافعة للجذ والبشرة و التذكير للناس في المنتج تجاعد من منتجات المكتوب فيها بلس 3 افكت. اي منتوج فيه لسي ديال ايرونيك بلس 3 افكت غادي تلقاو مكتوب فيه ثلاثة ديال الكلمات. غادي تلقاو مكتوب فيه 1. قمبل. 2. ستيمول. 3. بروتاج. فقلنا هاي ثلاثة ديال الخاصيات كتجي في هاد المنتوجات اللي مكتوبة فيها بلس 3 افكت. بفضل ثلاثة ديال المركبات. فالمركب الاول يعني كيحمينا من تجاعد بفضل تركيبته او بفضل تركيبة هاد تشكيله يعني اي اي منتوج غادي تلقاو فيه بلس 3 افكت. فكيحمينا من تجاعد بفضل تركيبة الغنية دياله بلسي ديالي غونيك. و هاد التركيبة كيما قلنا في فيديو سابق كتجي بنوعيها. التركيبة الجزائية الخفيفة والتركيبة الجزائية التقيلة ذات الوزن التقيل. فهذا كيعني ان هاد المنتوج او هاد الشكيلة اللي فيها بلس 3 افكت. كتخدم لنا على المستوى او على سطح البشرة كتخدم لنا تجاعد و كتتخفف لنا من الحدة ديالها على مستوى سطح البشرة. كيمنع لنا تكون تجاعد جديدة يعني بفضل تغلغل التركيبة الجزائية الخفيفة الوزن الى اعماق البشرة. ثاني مركب هو السابونين اللي كيحفظ لنا انتاج لسيد يليغونيك في الجسم بشكل طبيعي. ثم ثالث مركب هو لينوكس. اللي هو لينوكسولون اللي قلنا في فيديو سابق انه كيمنع لسيد يليغونيك من التدمير ومن التكسر وكيحفظ لنا عليه داخل الجسم. الابحاث والتجارب اللي دروها الخبراء على هاد المنتوج. عطاس ان الاشخاص اللي طبقوا هاد المنتوج او جربوا عليهم هاد التشكيلة. عطاهم واحد نسبة ديال زائد مئتين بالمئة من الاسيد يليغونيك في الجلد ديالهم او على البشرة ديالهم. او سيغان يليغون في لغ بلس 3 افكت او كان اكد او باكا كان كارر بشمات شريوش او سيغان يليغون في لغ بوح لتا. نو دارو ريخ سيكون فلو پروديم كتو باقي او سيغان يليغون في لغ بلس 3 افكت. عطاهم بعد تجربوا المنتوجي بشل وشربوا الاي تشكيل منتوجه في اليوم. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا ننسى قناة الوصفات الطبيعية نقول لكم رحبا بكم اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس لتنسى لكم الرابط الوصف تشكيل اشتركوا في القناة المرتب المعالج الخاص بالأصحاب البشرة الجافة البشرة الجافة يبقى صغر بالمقارنة مع أصحاب البشرة الجافة تشكيلها فيها بشرة عادية إلى مختلطة لكن الممثل التجاري مختبرات أسيران بأنه في حال هذه مدخل هذه البشرة الجافة تشكيل الكريمات المرتبة المعالجة للتجاري تشكيل الكريم ليلي حجم 50 أمال تشكيل كريم نهاري حجم 50 أمال نسبة سبف 15 و الثمن هو بطداء من 300 درهم يعني الفرق بين الكريم الليلي والنهاري يجب أن نصح العلاج الليلي بحكم أنه في الليلة يعني كيف قلنا سابقاً البشرة ترتاح المسام كتفتح باش كتنفس وهدي فرصة لاستقبال العلاجات ثم كذلك كنكونوا بعاد على المؤثرات الخارجية اللي كنبقى بعاد على المؤثرات الخارجية اللي كتضر بالبشرة من شمس غبار أتريبة تلوث وغيرها من العوامل الخارجية يجب أن نصحكم أنكم اتخذوا الكريم الليلي فأنا عارفة أن 71% من المتتبعين ديال القناة هنا ربات بيوت فسعيب أن ربات بيوت ستأخذ الكريم مثل 300 درهم ولا يعني تزيد حتى الكريم للنهار ستأخذ الكريم دموز دموز لها الكريم فأنا نصحكم أنكم تكتفيوا فقط الكريم النهاري في هذه الفترة من العمر كريم الليلي 30 سنتا 40 سنة وفي النهار تأخذ الكريم مرتب عادي وفي الليل تأخذ الكريم مرتب عادي وفي الليل تأخذ الكريم يجب أن يكون الكريم الليلي لذلك يستفضلوا أكثر وطبعاً لا ننسوا في حالة الوقيات الشمسية العادية يعني من يكون لدينا كريم مرتب عادي كريم المرتب عادي كريم أكتينيكا أو دي لونغ 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 ويشرفني ونشرفكم كمتتبعين وكأخوات وإخوان بالقناة فعلى أمل لقاء بكم غداً إن شاء الله على قناتكم كوني جميلة في وصفة جديدة من الخيال العلمي كنقول لكم كنحبكم بزاف في أمان الله